طلع بسمة بسمة وتامر حسني كان مفروض يسير من زمان بسمة كانت طلباته ما بتخلص من سامر تامر ظهرت الإعلامية اللبنانية نضالة الأحمدية امبارح في فيديو وتكلمت عن تامر حسني وبسمة بوسيل وعن قزمة طلقهم وهجمت نضالة الأحمدية بسمة بوسيل ودفعت عن تامر حسني وقادت كلام حلو جدا في حقه وقديه وعنده شرف ومبادئ وانه مظلوم ومخانش بسمة أبدا لما عيارة ولا معهالة ولا مع أي واحدة تانية والنسبة طلقهم ان بسمة طلبتها كتيرة ومش بتخلص وبتغير عليه جدا ودايما بتعمله مشاكل وانه تامر كان صبر عليها بس علشان ولاده وعلشان يكون عنده عيلة متربطة من غير أي مشاكل أو أزمات توصل للطلاق بين الأب والأم زي ما حصل معاه قبل كده وهو صغير لما أبوه انفصل عن أمه وراح تجوز واحدة تانية فما كانش حابب انه يقرر المأساة دي مع ولاده وبعد كلام نضالة الأحمدية ده اتوقع الجمهور رد فعلي عنيف من بسمة بوسيل عليها خصا ان بسمة معروف عنها انها مش بتسكت ودايما بترد على أي حد بيجي عليها أو بيلمح عنها بكلمة واحدة لكن الحياة رد فعلي بسمة كان غريب جدا وهو انها تجاهلت تماما كل الكلام اللي قالته النضالة الأحمدية عليها وما ردتش عليها خالص ومش بس كده ده كمان نشرت بسمة مجموعة فيديوهات جديدة ليها على حسابها في انستجرام وظهرت في الفيديوهات دي مع أولادها وهي بتشاركهم ألعابهم وكأن يعني مش فارق معها حاجة وانها عايشة حياتها بشكل طبيعي ومش همامها إيه اللي تقال عنها والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام